ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق من حسبنا به كفينا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما ألزم وأوجب غير جاحدين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه الظاهرات أمهات المؤمنين وعلى الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا دينك الذي اعتضيته لنفسك اللهم لك الحمد أن تبلغتنا رمضان ولك الحمد أن تأعنتنا على القيام ولك الحمد أن تأعنتنا على الصيام ولك الحمد أنت حملتنا على الدعاء لك الحمد أنت هديتنا لك الحمد أنت أطعمتنا لك الحمد أنت أسقيتنا لك الحمد أنت عافيتنا لك الحمد أنت شافيتنا لك الحمد أنت رزقتنا لك الحمد إن عذبتنا لك الحمد إن رحمتنا لك الحمد إن أسعدتنا أو أشقيتنا لك الحمد كله على نيته وسره أوله وآخره سبحانك يا إلهنا سبحانك من إله حليم حيث أمهلتنا حين عصيناك وغربت منا حين ابتهلنا إليك ودعوناك سبحانك تجيب الدعوات وتغفر الزلات سبحانك أقلت عثراتنا وأجبت دعواتنا وغفرت زلاتنا سبحانك رددت غائبنا وعافيت مبتلانا وشافيت مرضانا سبحانك رددت غائبنا وحالفنا وحبيبنا ومولانا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رب العالمين اللهم ارحم ذو الوقوفنا بين يديك اللهم ارحم ذو الوقوفنا بين يديك اللهم ارحم ذو الوقوفنا بين يديك نحن نرفع إليك كف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة اللهم إنا نسألك لدة النظر إنا وجيك الكريم اللهم لا تحرمنا رؤيتك اللهم انزل علينا رضاك وتوفنا أن تغاضل عنا إلى هلاك اللهم احطان دنيا ولا بيقوة الله مختلف يا لعلا بالقوى